افتتح محافظ لحج أحمد تركي مشروع مياه الشرب لمطقتين الخداد والمخشابة بمديرية تبن بتكلفة 78 مليون ديال بتويل من السلطة المحلية بالمديرية إلى ذلك شدد محافظ لحج على ضرورة إعادة ترتيب الجمعيات السمكية بمديرية المضاربة ورأس العارة ووجه المحافظ خلال ترأس اجتماع موسع بقيادة الجمعيات السمكية الجهات الأمنية بالمديرية بإزالة سوق القات والأسواق الحراجات الخاصة غير القانودية بمنطقة رأس العارة وإدخالها في سوق الجمعيات السمكية الرسمي وأقارى الاجتماع إعداد تقارير الإدارية والمالية للجمعيات وإشعار جمعياتها العموبية بعقد اجتماع انتخاب جديد لها في الثالث من يناير لعام 2020 وحصر ممتلكات الجمعية وأصولها ثابتة والمتحركة وإيقاف أي عملية بسط أو بناء في ساحتها ترجمة نانسي قنقر